اهلا بكم اعزائي المتابعين النهاردة هقول تحذير مهم جدا لكل اب والكل ام والكل فرد من افراد الاسرة بخصوص الاستحمام في الشتاء واستخدام الدش الساخن والاختناق اللي ممكن يحصل في الموقف ده في البداية عشان تعرف ان التحذير بتاعنا ده مهم جدا 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 ادخل على جوجل وكتب بس اختناق عروسين بالغاز هيطلع لك نتائج جتير جدا تعرفك ان في ناس كتيرة ماتت بسبب الاختناق اثناء الاستحمام بالدش الساخن وخصوصا بسخان الغاز حضرتك لو نويت تاخد دش ساخن فياريت ما تطولش على قد ما تقدر لانه ممكن يحصل لقدر الله اختناق وقت الاستحمام بسبب حاجة من اتنين الحاجة الاولى اللي هي بخار الماء نفسه بخار الماء الكسيف ما تفرحش بيه مش كويس ان يبقى فيه بخار كتير في الحمام ده ممكن يخليك ما تعرفش تستنشك الاكسجين وممكن يؤدي الى الاختناق اما الحاجة التانية اللي هي الاخطر اللي هو غاز اول اكسيد الكربون الغاز ده بيجي لما يكون عندك سخان غاز في مكان ديء زي الحمام الاكسجين فيه اصلا قليل الغاز اللي هو بيشغل السخان اصلا يحصل له احتراق غير كامل عشان مش لاقي اكسجين كفاية والاحتراق الغير كامل ده بقى هو اللي بيطلع اول اكسيد الكربون اول اكسيد الكربون ده غاز سام جدا مالوش لون ولا ليه ريحة متشموش ومتعرفوش وللأسف ممكن يحصل منه اختناق او يحصل منه الوفاة بدون اي مقدمات زي ما حصل لناس كتير يعني فيه تا طيب يعني ما نستحماش حضرتك ونعفن بقى ولا ايه ايه ده انت جيت تاني ازاك يا بندق اهلا بيك يا دكتور لأ بص يا عم فيه تعليمات المفروض نعملها عشان نحاول نحمي نفسنا من الاختناق اللي ممكن يحصل اول حاجة سخان الغاز ياريت تركبه برا الحمام ما يكونش جوا الحمام ياريت ما يكونش الحمام بتاعك مقفول من كل الاتجاهات يعني فيه بعض الناس بتعمل فتحة على المطبخ او انت ممكن تعمله شباك او تعمله اي فتحة عشان يبقى فيه تهوية للحمام ممكن تركب شفاط للحمام لما تكون هتاخد دوش ما تطولش كتير وانجز خلص بسرعة واخرج بسرعة من الحمام كمان تهوية البيت ككل باستمرار طيب يعني سخان الغاز هو بس اللي بيطلع الغاز السام ده ولا فيه حاجات تانية لا يا بندق مش سخان الغاز بس فيه حاجات كتير ممكن تطلع غاز او الاكسيد الكربون ده زي مثلا الناس اللي بتولع خشب عشان تدفى للتدفئة وتاخد الخشب ده وتدخل جوا البيت وتقفل البيت دي برضو مشكلة كبيرة وممكن يطلع غاز او الاكسيد الكربون ويؤدي الى اختناءهم خصوصا كمان لو ناموا والولعة دي او الخشب ده موجود فبلاش نعمل كده خالص كمان مولدات الكهربا زي اللي شغالة بالجاز او شغالة بالبنزين برضو دي ما نشغلهاش في مكان مقفول نفس الفكرة بالزبط مش هتلاقي اكسيد الكربون فهتطلع غاز او الاكسيد الكربون وتؤدي الى الاختناق لو حد موجود جنبها فلو هنشغلها يبقى في مكان مفتوح لو عندك عربية وعندك جراش والجراش مقفول بلاش تسخن العربية والجراش مقفول عليك افتح الجراش وسخن براحتك وخلي فيه تهوية كويسة للمكان كمان ما تشغلش تكييف العربية وتنام جواها خصوصا برضو لو في مكان مقفول كل الحاجات دي ممكن تعمل تسمم بغاز او الاكسيد الكربون والحاجات اللي انا بقولها دي مش خيالات الحاجات دي حصلت بالفعل ومات منها ناس كتير جدا 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 زي ما قلتلك تقدر تدفل على جوجل وانت تشوف ومن الاخر اي حاجة شغالة بمادة عضوية لو ما فيش اكسجين كفاية وما فيش تهوية كفاية الاحتراق الغير كامل للوقود بتاعها بيطلع اول اكسيد الكربون زي مثلا البوتاجاز وزي الشعلة وزي الدفاية اللي شغالة بالغاز او شغالة بالزيت وزي الشويات اللي بتشتغل بالفحم او بالغاز وزي الدفايات اللي بتشتغل بالخشب وكمان مولدات الكهرباء زي ما قلنا وكمان العربيات او السيارات والموتسيكلات كل ده ممكن يطلع اول اكسيد الكربون في الاماكن المغلقة طيب يا دكتور اللي هيتعرض للغاز ده ويحصل له الاختناق ده هيحس بايه؟ الشخص ده يا عم بندق ممكن يحس بصداع في الاول ممكن يحس بغسيان ممكن يرجع وممكن يحس بدوخة ممكن اعصابه تسيب او يبقى عنده ضعف عام في جسمه وطبعا لو حصل اصلا الحاجات دي يبقى حظه كويس انه تنبه ويقدر يخرج من الحمام او يقدر يسعف نفسه على الاقل لكن في بعض الاحوال للأسف ممكن ما يحسش بحاجة وتحصل الغيبوبة او الوفاء بدون اي مقدمات طيب لو حد حصله حاجة زي كده لقدر الله وحسب حاجة من الحاجات دي يعمل ايه؟ اول حاجة يعملها ان هو يطفي سخان الغاز يخرج من المكان فورا ولو في حد موجود يهوي المكان كله ويفتح الشبابيك والابواب والشخص المصاب ده يروح فورا للمستشفى عشان يكشفه عليه ويدوله اكسجين تحت ضغط عالي ويقيمه حالته ككل وشكرا لكم ياريت بقى يا جماعة ناخد بالنا وياريت بقى نشترك في القناة وننشر الفيديو شكرا لكم